يومك مبارك عزيز المشاهد وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة نتناول فيها أشياء حقيقة لم يصلت عليها أنا في هذا البرنامج سأركز كثيرا يعني أركزه كثيرا على شيئين هو دور نساء أهل البيت وأيضا عن شخصية الإمام الحسين يعني دائما على مدى أربعين سنة أتطرق إلى الجوالب التاريخية والفقية وأشياء كثيرة تخص معركة الطف ولكن في هذا البرنامج أركزه على شيئين المرأة دور المرأة في الطف هذا الجانب الجانب الثاني دور نساء أهل البيت في الجهاد في النبال الذي لم يتحدث عنه أحد وأنا أتصور أن دور النساء لم يقل يتجاوز بل يوازي دور الرجال لأنها تحملت المسئولية عندما يموت الأب أحد الأمة من الذي يرعى الإمام؟ من الذي يرعى الأولاد؟ من الذي يربيهم؟ من الذي يخرجهم للحياة؟ الأم وخصوصا لو علمنا بأن دائما البيت يضطهدون ويزجنون ويقتلون ويطاردون تبقى بلا معيل ولا بلا بيت ولا بلا أي شيء والذي تقرب منهم يقتل ويذبح فكيف تدار الدنيا وكيف تدار الأطفال وكيف وكيف وكيف؟ ومع ذلك تخرج أئمة ورجال يقودون الدنيا ألسنا بنساء عظيمات؟ نساء آل البيت لم نعطي نساء آل البيت حقهم لم تطرق إلى أشياء جميلة حتى في نساء آل البيت يعني في مرة الرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام دخل فوجد الزهراء ماسكة خرقة وبيدها درهم طبعا تعرف أن كانت العملة هي للدراخمة اليونانية وغيرها وأيضا عملة فالسية وعملة رومانية وغيرها هذه الذي كانت ما صارت أدنى عملة إلا فيما بعد يعني عملة إسلامية يعني لم تسك إلا فيما بعد كانوا يستخدمون العملات الأخرى الذهبية والفضلية في مرة داخل الرسول على الزهراء عليه السلام فوجدها تمسك خرقة وتبلها بالماء والرمل وتمسك قطعة تفركها فقالها الرسول ماذا تفعلين قالت يعني أعيد نظارة هذه العملة قال ولما قالت أريد أن أعطيها إلى فقير قال ما دامك ستعطينها إلى فقير فلما تلمعينها قالت لأنني أعلم أنما عندما نعطي للفقير شيئا فقبل أن تسقط بيده فأنها تسقط بيد الله سبحانه فأريدها أن تكون لماعة بارقة ومشرفة لي عندما تدخل في يد الله سبحانه وتعالى انظروا إلى هذه الألمعية فيها تريد تعطي طفلة تريد تعطي شيء لكن ما عليك تعطيه بروحية أخرى ليست بروحية العطاء يعني من يفكر بهذا الشيء أنا أريد أن أعطي درهم من يفكر هذا الدرهم جديد لو مجديد ومشقق لو من يفكر بهذا الشيء تفكر بالجانب الآخر ما بعد الفقير وتفكر بقضية أخرى ما بعد العطاء هذه واحدة من شذرات الزهراء يعني وهي كثيرة يعني لا أريد أن أعطي الكثير من الشذرات سأكتبها يوما وأكتب شذرات من الزهراء ولكن ننطلق من خلال الزهراء عليه السلام إلى قلنا إلى دور نساء أهل البيت وإيضا كما قلت لكم في هذا البرنامج أركز على قضيتين القضية الأولى هو كما قلت لكم دور نساء البيت وأيضا كما قلت لكم الجهادي وأيضا الإنساني والروحي والفقهي وأيضا أركز على جوانب كثيرة في شخصية الإمام الحسين عليه السلام قد يكون الكثير لا يعرفوا عنها أهلا نعرف الحسين فقط شال سيفا وراح للكوف الجواب كلا أخوان الحسين شخصية عظيمة جدا أخوان فقط أقول لكم أن أعظم من فسر القرآن الكريم بعد رسول الله وبعد أبيه علي كان هو الإمام الحسين ولذلك تلاحظ كل التفاسير كل التفاسير المنصف وليس التفاسير البعض من النواصبي يقولون هذا هذا ما قاله الحسين بن علي حتى بن عباس بن عباس الذي هو أكبر من الحسين عليه السلام يقصد بحوالي 12 سنة أكبر من الحسين بـ 12 سنة لكن مع ذلك عندما كان يفسر شيء يقول هذا ما قاله الحسين بن علي وأغلب المفسرين كانوا يرجعون إلى الإمام الحسين عليه السلام حتى في مكة والمدينة كانوا يأتون حتى أن الحجيج الذين كانوا يأتون على فكرة الحجيج الذي يأتي من البلاد المغرب وبلاد الفارس والحبشة واليمن وغيرها البعض منهم كان يحمل أسئلة إلى مكة والمدينة يسألون فيها الفقهاء يعني قد يكون في الحبشة لا يوجد فقيه كبير جدا فيقول لك احنا من نروح للحج نمر على شيوخ معينين فكان يمرون على أهل البيت لهذا كان الإمام الحسين عليه السلام قبلة لأولئك الحجاج أولا لكي يسلموا عليه وتبركوا به وأيضا يأتون إليه بالأسئلة ولذلك كان مسجد الإمام الحسين عامرا بالحجيج وكان دوره في تفقيه الناس كان كبيرا جدا هذا لم يتحدث عننا أحنا ولم نذكره نحن عن الحسين عليه السلام نحن ذكرنا الحسين فقط نطلع هاي طلع من المدينة وجل الكوفة واستشهد هذا ليس الحسين هذا جزء بسيط جدا من حسيننا وبالتالي إذ كنا نحن حسينيين وكنا أشاقا ومن أتباع أهل البيت علينا أن ننظر إلى الحسين بطريقة بانورامية أيضا هناك قضية أهملناها في الإمام الحسين يعني الآن أي شخص يقول أحكيلي عن شخصية الإمام الحسين آه كان شجاعا كان نعم كان عظيما كان صلدا كان 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 جميل وخرج ووقف وقال ليس مثل من يبايع مثله وغيره كل هذه الأشياء يذكرونها ولكنهم لا يتكلمون مثلا عن فقه الإمام الحسين عن تفسير الإمام الحسين للقرآن تلاحظوا الإمام الحسين عليه السلام كان تطبيقا حرفيا للقرآن والنبوة حتى في خروجه انظروا نحن هذه المسألة أيضا ما أعطينا حقا الحسين طلع شايل سيفريد خلافة الحسين خرج من أجل خلافة يعني ما هذا الكلام ما هذا الهراء الحسين عليه السلام أول ما خرج أولا كما قلنا بعد أنتهت الوعو الوعد الذي وعده معاوية لإمام الحسين عليه السلام أنه لا يفق خمسة شروط وآخرها أن لا يورث الإمام الحسين رغم أنه ناقض كل شروط الأربعة والأخيرة ورثة فخرج الإمام الحسين عندما أجبر أجبر على أن يبايع الفاسق يزي الإمام الحسين عليه السلام عندما وصل إلى كربلاء أول شيء قاله دعوني أعظكم اسمعوا إلي حتى يعني أنا ما لدكم متروحون للنار أنا أخشى عليكم استمعوا إلي يعني وخطب الإمام الحسين سنتكلم عن بلاغة الإمام الحسين في فقرة أخرى ولكن قلهم استمعوا إلي ألقي عليكم الحجة أو الضحيكم أنا الآن مجعي قاتل أنا المطلوب من عندي مع نفسي ومام الله أن أوضح لكم القضية أنتم على باطل أنتم تسيرون وراء مجرم أنتم تسيرون وراء فاسق أنتم تخلفون ربكم ونبيكم وقرآنكم استمعوا إلي وهذا الذي استحوذ على الفي وغيره وغيره هذا لا يمكن أبدا أن يكون إماما عادلا وزعيما وخليفة وبالتالي فأنتم تسيرون وراء هذا الشخص ولذلك فأنتم تذهبون إلى التهلك ولذلك الدنيا دار فناء فما لكم تركضون وراء الفناء وراء الدنيا أبحثوا عن الآخرة وفكروا وإنكم ذاهبون إلى التهلك وبالتالي كان يخاطبهم من باب النصيح يعني أول شيء وهذا هو أول مبدأ في الإسلام أن توضح ذلك الإمام عليه عليه السلام من خرج لمرحب قال لا دعني يعني أفاتحك قال لا بقت تفاتحني أحنا جاينا تقاتل تم جاي تقاتلني يعني شون تفاتحني قال لا لا هذا هو ديننا أن أعرض عليك القضية وأعرض عليك الإسلام وأعرضك إن قبلت فبها وكفى الله المؤمن نشر القتال وإن رفضت بعد ذلك نتقاتل فقال لا قال أيها الفتى فبدأ الإمام علي يلقي على مرحب الإسلام وغيرها وبالتالي هذا أول شيء كان رسول يفعله وكان الإمام علي يفعله الحسين عليه السلام واحد محاصر مع عياله وأربعة آلاف من حمر الدينة ومن غيره الحسين كان ينصحهم قال أبدو فأحد في جند قال لا تنفع بعالهم قال له هؤلاء دواب قال كائن من يكونون إن واجبي أن أنصح تلاحظون الجانب الشرعي والفقه لم يتجاوسوا الإمام الحسين كان حريصا حتى هو عندما كان يأتي أثناء من المدينة إلى الكوفة من كان يوصل لمكان لازم يصلي حتى من جاء الحر حر رياحي مع ألف من الفرسان قاله عد يا حسين قاله لن أعد وبالتالي فإن الإمام الحسين كان يقف أمامه فمن صير وقت الصلاة يشمر وقلهم تعهلهم وصلوا يعني يعني يجون يصليون يعني ومن يقضون يرحون يعني فكان يمارس دوره أولا وقت الصلاة وكل هذا فما وصل إلى كربلا قال الآن موضوع مختلف علي أن أفاتحهم في يوم تاسعا طبعا الإمام الحسين وصل يوم الثنين محرم إلى كربلا يوم تس تاسعا يوم تسعا محرم ابن سعد أراد أن يغير على على جيش على معسكر الحسين ف هاي الفترة من يوم الثماني إلى يوم تسعا هاي كانت مفاوضات كلان تس ثمانية أو سبعة أيام الإمام الحسين يلقي عليهم خطبا الله الله لو تقرؤون كلام الإمام الحسين كم هو بليغ لا كتاب قدامه ولا شيء وفي اللحظ الإمام الحسين عندما يقول له كلمة يرد عليه ببيت من الشعر أو بصيغة بليغة جدا أو بآية شيء مذهل والله يعني أنا عندما أقرأها أبكي من من الانبهار ما هذه القابلية رجل محاصد يقول له فلان كلمة يرد عليها ببلاغ ومنطق لا يمكن أن تكون مع رجل إلا إنسان مرتاح وقاعد ومحظر هؤلاء هم آل البيت نحن لم نتكلم عن بلاغة الحسين ذلك هذه كلها كانت مفاوضات ما بين الإمام الحسين عليه السلام وما بين جيش ابن زياد وابن سعب فاللي كان يفاوض هو منه الإمام العباس عليه السلام الإمام العباس يروح فاوض ويرجع يروح يفاوض يرجع هاي خلال سبعة أيام يعني ففي اليوم التاسع اصطفت جند كي يغيروا على معسكر الحسين فقال الإمام الحسين لإمام العباس اذهب إليه وقل لهم طبعا مساء يوم تاسع امهلوننا يوم الوحد هذه الليلة فقالوا هل خفت الموت قال أنا أخشى الموت أنا أخشى الموت يعني وألقى قصيدة من أربعة أبياد في غاية الجمال عن أنه أنا أخشى الموت ولكنني أحضت الله أن أفارق الدنيا وأنا أقدم له الشكر والغفران أعطوني فقط هذه الليلة ندعو الله تعودت إنه في الليالي أدعو الله وأستغفر وأبكي لله خشوعا لله فأعطوني هذه الليلة الليالي كلها نقاضي بس هذه الليلة أعطوناها على مود غدا افعلوا ما شئتم ولكن خلوني أأدي فريضتي تلاحظ الصلاة كل شيء إلا الصلاة وإلا الدعاء والتوجه لله سبحانه وتعالى لا خوفا ولا وجلا سأكبر الحديث في الحلقة القادمة وأقول لكم شكرا جزيلا وإلى لقاء معركة حياتي